اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا عارفين انه مو شرط ان يكون لكل رسالة رؤية علشان تنجح ولكن الرسالة هي اساس لنجاح الرؤية وانه مهم جدا يكون لكل ادارة او مدارة او مؤسسة او منظمة رؤية ورسالة تلخص اهم اهدافها فيها وفي مقولة شهيرة الهيلين كيلر تقول انه الشيء الوحيد الاسوأ من فقدان البصر هو امتلاك بصر بلا رؤية دكتور خالد مساء الورد واحنا اليوم مرة سعيدين بهالمساحة وهاللقاء معاك اللي منتظرينه بفترة طويلة حابين نبدأ اللقاءنا هاللقاءنا هاليوم سؤالنا لك دكتور ايش هي رؤية ورسالة الادارة العامة لمكافة عدو المشاعة الصحية حياك الله دكتور السلام عليكم حياكم الله جميعا شكرا احلام على المقدمة الجميلة واذا تسمحين لي فقط في البداية اني رحب بالجميع حقيقة اللي انا ضيف عليهم في هذه المساحة الجميلة حقيقة بجمال وجود الجميع بجمال التعاون والانجاز والروح الجميلة اللي يمتلك هنا صراحة فريق مكافة العدوى في كل مكان يعني انا في البداية طبعا قبل لا نتطرق للإجابة على سؤالك فقط اعبر عني يعني صراحة انتناني وسعاتي اني جزء وجزء بسيط جدا من هذا الكم الكبير من الانجاز والتعاون وجميع اللحظات الجميلة اللي عيشها حقيقة بوجودي كجزء في مكافة العدوى سواء على مستوى إدارة في الوزارة أو على مستوى عضو في فريق في المديرية مديرية وحتى في المستشفيات وفي كل مكان حقيقة في كل القطاع ولذلك انا عبر السراحة يعني اتمنى يعني الحروف تساعدني اني اقدر اعبر عن سعاتي وفرحتي اني اكون جزء وعيش لحظة بلحظة فرحة الانجاز وسعادة الوجودي بينهم بكل اللحظات وشكرا لك انت حقيقة على الدعوة وشكرا لجميع الزملاء المشاركين طبعا خلوني لو نمتكلم عن الرؤية بعيد عن المصطلحات اللي نسطرها في المستندات اللي دائما نشوفها أو في مواقع الانترنت أو حتى خلوني نقول في كل مكان أو في حتى اللوحات اللي تشوفونا يمكن على باب الإدارة العامة ومكافة العدوى بعيد عن أي مصطلحات تنظيرية اعتقد في المرحلة الحالية في المملكة العربية السعودية اعتقد فكرة الريادة هذه ما هي طموح أو ما هو شيء نفكر بمستقبليا يعني حقيقة فكرة الريادة هي فكرة واقعية الآن بالفترة الحالية انت سعودي لا بد تكون رائد في مجالك وإلا انت منت في الزمن أو المكان الصحيح اعتقد أكيد أساس المرحلة الحالية وأساس أي رؤية بأي مجال في السعودية الآن في المرحلة الحالية اللي عيشها هو فكرة الريادة طبيعيا رؤيتنا هي تكون أننا رائدين في مجال مكافة العدوى بدون مبالغة مو على مستوى الشرق الأوسط ولا على مستوى المنطقة حقيقة نطمح وواقعنا يقول حاليا أننا يجب أن نكون رائدين هي ما هو خيار لأي أحد أن يكون رائد في مجاله فلذلك أعتقد ما هو خيار لنا الآن إلا أننا نكون رائدين في مجال مكافة العدوى كرسالة كرؤية أما في ما يخص الرسالة زي ما أنتم عارفين الرسالة الموحدة للمكافة العدوى في كل مكان هي بيئة صحية آمنة وخالية من العدوى أتمنى أني أكون فعلا قدرت أجاوب على سؤالك بطريقة مباشرة الله يدك العافية دكتور شكرا لكلماتك حقيقة كل كلمة قلتها أنها ما تتم ولا حدثت أو أنها موجودة واقع عندنا حاليا إلا موجود كوادر ومميزة مجال مكافة العدوى اللي كل يوم يبهرونا أكثر من اللي قبله وإحنا حقيقة قادرين نصنع المستقبل إن شاء الله ونكون رواد وقادع على المستوى الوطني ودولي ومتميزين بمشآت الصحية زي ما ذكر الدكتور خالية من العدوى يمكن موضوع مدام اليوم معنا ضيف جدا مميز بمجاله وقائد في مسار هذا لازم نتكلم عن برنامج التحول الوطني برنامج التحول الوطني هو برنامج تنفيذي يسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وإدراك التحديات التي تواجه بعض الجهات الحكومية بتحقيقها الوقاية والصحة العامة والابتكار والاستدامة هي أربع أولويات يضعها برنامج تحول القطاع الصحي في مقدمة أهدافه وزي ما نعرف كلنا أنه برنامج تحول القطاع الصحي يهتم بالصحة العامة ولازم نركز على هذه النقطة بالصحة العامة بكافة مكوناتها ولما نقول دكتور عبد المجيد مطيري في مكافة العدوى يعني مرجعنا لملف التحول وحاليا نشهد حراك زي ما نسمع في السوشيال ميدا في القطاع الصحي بما يتعلق بالتحول دكتور عبد المجيد مساء الخير ومنورنا مساحتنا هالليلة نهاله والله أحلام مساك الله الخير والجميع الموجدي بالمساحة أسمحيلي بناسبة سوء العالم مكافة عدوى يعني أبارك لكل منسوبية مكافة عدوى ومملكة وافطالها بالاحتفالية اللي قاعد نعيش على كل مستوى يعني كل مناطق الممارسين الجميع قاعد مو بس يحتفل مجرد احتفال قدماء يوصلون صوتهم الحجم والتطور اللي وصلناه لمكافة عدوى بالمملكة الله يدك العافية دكتور شكرا لك والله فعلا في الأسبوع الماضي ماضي أسبوع الماضي واللي قبله حتى أسبوع هذا كنا نشوف كثير مشاركة زملائنا على جميع القطاعات باحتفالهم بأسبوع العالم مكافة عدوى تكتور ضروري نسألك مدام تاليوم موجود معنا بسؤال دائما يجي يتبادل بأذهاننا صراحة ويتبادل بأذهان كثير من مارسين مكافة عدوى أو المهتمين بجارة مكافة عدوى إيش ممكن يكون تأثير التحول الصحي على الصحي على منظومة مكافة العدوى خليني أحلامك يشدني كلمة دكتور خالد أنه ما في خيار عندنا بالسعودية ولله الحمد لله أننا نكون رائدين عالميا ولا في سبب يجعلنا أننا ما نكون رائدين على مستوى حتى مكافة العدوى النهضة اللي قاعدة عيشها البلد والله الحمد يعني برؤيتها وتحقيق مستهدفاتها من نهضة بالرياضة بالترفيب بالصحة كل شيء يعني في حراكة على مستوى البلد في تحقيق مستهدفات الرؤية هذه التحول الصحي جزء كبير ومهم جدا وبرنامج من أحد الثلاث 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 عشر برنامج اللي تهتم فيه الرؤية زايد أنه خمسي بالمئة من هداف استراتيجية أقدر أقول أنها مسؤوليتنا إحنا كمتخصين مهتمين من كافة عدوى ولما يقول مسؤوليتنا معناه أنه مو بس هدف وطني يعني مسؤول عنها هاي ثورتي يدما أنه كل ممارس من كافة عدوى عدوى هو مسؤول عن تحقيق الهداف استراتيجية هذه عندنا هدفين مهمة من ضمن الأربعة لتعزيز الوقاية ضد مخاطر الصحية وتحسين جودتها خلنا نقول وشضافنا التحول إحنا اعتبرنا يعني خلنا نقول طلقة الرؤية 2016 تكوين الفريق بالإدارة عام 2018 إحنا خذنا التحول من قوة يعني كدكومنت وكمستندات وهداف استراتيجية وخلاص ما كان عندنا خيار إلا أنه فعلا يعني كإدارة نكون فعالين للوصول هذه الهداف وتحقيق الملف هذا بس ما عندنا خيار إلا أنه نعمل بهالملف هذا ونكون يعني آداء مساهمة فعلا في تحقيقة ويعتبرناه مكمن قوة زي ما قلت لك خلاص أخذنا موشراتنا وآمناها فيها حتى بس إنه مثلا تعريف التحول الصحي والبرنامج إنه يقول الأول كلمتين فيه إعادة هيكلة قطاع الصحي أول شي سوينا وشكنا يعني شكل نحن كإدارة قاعدنا إعادة هيكلتها بما يتوافق مع الدور المستقبلي المتوقع للوزارة أو الإدارة أداءة الجميل يعني إحنا كانت بداياتنا بسيطة هالملف قاعدنا ننضج معه مع الوقت الآن إحنا نقول إن شاء الله نريد أي مرحلة بالتحول زايد إنه مو بس التحول هذا كان يعني ألقى بظلالة على الإدارة قدمنا حاولنا بعد نكمس في التحول عن طريق المدريات والتجمعات الصحية كل الجهات ذات العلاقة اللي معنا نفتخر أنه عندنا توزيع مهام وصراحيات واضح جدا فيما يخص مرحلة التحول نفتخر أنه فعلا الآن قاعد نأدي أدوارنا بدون يعني المختص فيها والخدمة المطلوبة من الدور المستقبلي لها بالتحول قاعد نأدي بشكل مطلوب نأدي الدور التشريعي المدريات تأدي دورها الاشرافي عندنا ثرق مكاسعة وفتجمعات تأدي دورها التشغيلي زايد أنه أحلام مو بس هيكلة أن نحن أخذنا يعني قسمنا التحول على ركائز أساسية وقلنا هذه بنشتغل عليها عشان نحقق مستهدفاتنا في التحول طبيعي أن نغير حتى عملنا ويكون مختلف مع التغير أو نقول أنه أدفانس مع اللي قاعد يصير يعني فبدأنا بنفسنا كقوة عاملة في كبستي بلدنق عالي اللي دخلنا كلهم كفاءة وطنية كلنا قاعد يعني نراهن على أن نحن نبحث على الأفضل وزايد انتشر هذا أو توسع هذا التدريب على مستوى حتى كل الممارسين اليوم نفتخر أنه عندنا برامج تدريبية خريجينها يعني يفقون 458 متدرب وموهل من الكفاءة الوطنية ست برامج انتجت منها 19 نسخة نسخة في برامج كثيرة يعني اهتمين فيها لتهيل القوى العاملة أيضا لتعزيز الجاهزية والوقائي ضد مخاطر الصحية أنا ما ودي يعني أيو أنا كتب صراحة ندنك يعني عشان التحول أنا عارف أنه قديش مرة صحيح فما ودي أخذ الوقت كثير لكن هو لمانا يعني أقدر أقول لك اختصارة أنه فعلا الإدارة يعني أخذت يعني شكلت قالبها بما يتوافق مع التحول وفعلا يعني عمقنا فيها وهو تعمق فينا خلاص يعني إحنا أخذنا موضوع بشكل جدي وعلى أساس أنه مستهدف وطني وزي ما قال الدكتور خالد يعني ما في مجال في مجال لأنه فعلا يعني نكون رائدين فيه بإذن الله بالله أتكالعافي دكتور يعني حقيقة جواب كافي ووافي بس هذا ما يعني أنه إحنا ما عندنا أسئلة أكثر وأكثر رح تجيك إن شاء الله في اللحظات أو الدقائق القادمة بإذن الله دكتور حقيقة زي ما ذكرت انتهي رؤية وطن رؤية مملكة وإحنا ماشيين فيها ضروري ماشيين فيها وبالعكس وجودنا ممكن مهم جدا اللي تيسيرها بس رح نرجع نسأل تأسئلة أكثر وأكثر إن شاء الله بعد ما ناخد مداخلات مع دكتور فيصل دكتور فيصل مساء الورد إن شاء الله خير شكرا الله يتكالعافي دكتور دكتور في مقولة تقول إنه ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته ولا يمكن تحسينه لما نجي نتكلم عن مكافة عدوى لازم نتكلم عن مؤشرات وأرقام ونسب فحاب الصراحة أسألك ووجد هذا السؤال لك كيف وضعنا على مستوى الأرقام بمكافة عدوى على المستوى الوطني حياتي والله جميعا ومستوى الله وخير في جداية أحب نشكركم على تاحة رفو الصليب في مثل هذه المناسبة العزيزة على طلبنا جميعا كمثلين مكافة العدوى على مستوى المملكة والحفال بالأسبوع العالمي بمكافة العدوى وصراحة الحراكة التي شفناها والتفاع خلال الأسبوع الماضي بمكافة العدوى على مستوى المملكة وسي نفتخر فيه ونستغل بطريقة صحيحة لتسويق فرامج مكافة العدوى والسراتيجيات على القيادات على مستوى المنطقة والمشاكل الصحية بالنسبة لسؤالك سيدة أحلام زي ما قلت لازم يكون عندنا قياس المجهودات اللي يقوم فيها كممارسيهم كافة العدوى على مستوى المستشفى وعلى مستوى المدينيات أو حتى على مستوى الرزارة فأهم الكيبي آيز المو شرات اللي احنا ننقوز نخيز فيها أداء أقسام كافة العدوى على مستوى الوطني اللي هي معدلات العدوى والمفت complear بالمشاكل الصحية يمكن عندنا أهم المشارات اللي هي مشارات العدوى منفت Obama الدموية والمشارات منفت hele ات البولية والمفتلك ومنفتbra ما عامل نحن لما نقول على معدلات العجوة من فترة الدموية ومن الحمد الحراكة التي حدثت في هذه الفترة الماضية مع طلاقة استراتيجية وتسويقها للجميع والوعي اللي صار حتى على مستوى القيادات في المشافة الصحية أو حتى على مستوى المناطق ومن الحمد حققنا نزول في المعدل من 2.5 تقريباً إلى 1.7 ونطمح بإذن الله بجهود الجميع من المنسل المتافذة العدوى لنصل إلى أقل من ذلك وأقل من البنشمارك العالمي فدائماً هي المؤشرات أو البنشمارك اللي نقيس فيها مدى تطور أقسام كافة العدوى في جميع المناطق بالنسبة للمعدلات العدوى متفتة بالقسطرة البولية مع أقلال من الإستراتيجية الوطنية كوشن أوت نيشن والله الحمد كان فيه اختفاض المعدل حتى 9 شهر الماضية وصلنا إلى تقريباً 9.8 والله الحمد أقل من 1 وبإذن الله نطمح النصر إلى 0 هارم على المستوى المساشفية بالنسبة لـ تفضل 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 البنشمارك العالمي ونطمح أنه نرفع الوعي بتعريف بإذن الله أنه نعمل على تحسين المعدل في الفترات القادمة تقريباً هذه أهمية المؤشرات وقياسها على المستوى التاجية أو حياسها على المستوى مدى فعالية أقسام مكافذة عدوة المستشفيات والعمل الذي يصير في أقسام مكافذة عدوة على الجميع المستويات الله يتكالعافي دكتور حقيقةً رغم أنك أنت في مهمة عمل وزي ما نسمعين الباكراوند اللي عندك بس ما شاء الله عليك يعني دخلت معنا المساحة وتحديت كل الظروب هذا هو المعهود منكم صراحة الله يتكالعافيه وزي ما ذكرت دكتور مدام أنه في مؤشرات وفي أرقام وفي نسب نقدر نعرف إحنا كيف في برامجنا في مكافذة العدوة يعني هي في المسارة الصح وأنها يعني تطبق بالشكل الصحيح أو لا فشكراً لك دكتور على إجابتك وعلى مداخلتك وعلى وجودك معنا اليوم في المساحة دكتور خالد أنك اليوم معنا في المساحة لازم نستغل لفرصة ونسألك أسئلة كثيرة من الميدان طبعاً في حسب آخر الإحصائيات العالمية تقول أن المملكة العربية السعودية حققت المرتبة 17 عالمياً من أصل 64 دولة من دولة في الأكثر تنافسية في العالم طبعاً هذه المعلومة والإحصائية تأخذنا السؤالنا لك يقول لك إيش هو وضع مكافذة العدوة بمملكة أقليمياً وعالمياً كثير من الناس وتعرف إيش وضعنا نحن في المملكة سواء أقليمياً وعالمياً يعطيك العافية أحلام شكراً لك وشكراً للزملاء حقيقة يعني جميع النقاط وذكروها يعني كما يقال ذو شجون يعني تحتاج صراحة توسع أكثر وكل نقطة من الزملاء يعني النقاط اللي داخل مداخلاتهم تستحق قيام كاملة من النقاش فلذلك يعذروننا يمكن الزملاء أن بعض الإجابات قد لا تكون كافية في حدود المساحة هذه طبعاً اسمحي لي أحلام يعني أنا أقدر جميع المؤشرات العالمية والدولية وجميع ما يطرح على مستوى العالم حقيقة ولكن زي ما نعرف جميعاً أحياناً طرق القياس أو خلونا نقول آلية القياس أو أشياء محددة تحكم الترتيب هذا الرانكينغ اللي هو ترتيب الدول على مستوى العالم طبعاً نحترم جميع المؤشرات هذه بني أتكيد على أساس علمي بعضها أهداف اقتصادية أو استثمارية بعضها أهداف سياسية وبعضها أهداف صحية فلذلك مقدرة كل الأشياء هذه وإحنا أعتقد صورة المملكة على مستوى العالم وانعكاس المؤشرات هذه بصورة صحيحة لابد تحترم وإحنا جزء من هذا الكل لابد أننا نحرص كل الحرص أن أي شيء يعكس صورة المملكة على مستوى العالم يجب أن يأخذ بكل الجدية أحلام زي ما أنت عارفوا مكافحة العدوى ما هو جزء واحد هو أجزاء كلها تصف في مكافحة العدوى من infrastructure من practice من بنية تحتية من ممارسات مكافحة العدوى من برامج إلكترونية وبرامج إدارية كمان بالإضافة إلى قوة عاملة وغيرها من الأشياء التي تقيس مكافحة العدوى حقيقة ما في مؤشر حسب ما أعرف أنا وما أدعي أني أعرف كل شيء أنه يقيس جميع الأشياء هذه في بعضها تقيس المؤشرات المخرجات في بعضها تقيس مؤشرات خلينا نقوله processing يعني محددة أو إجراءات محددة أنا ما عندي رقم واحد ولكن أعتقد في بعض المؤشرات موجودة تعكس أننا الحمد لله على مستوى عالي جدا من التقدم مؤشرات المخرجات التي ذكرها في الدكتور فيصل سابقا الحمد لله إحنا ننافس فيها على مستوى العالم وهذا كله يعطي انطباع جيد أنا أرجع وقول ما أنا أحاب أنه في الأسبوع هذا وفي اليوم هذا أن يدعي عندنا الأفضل لما أدعي عندنا الأفضل حقيقة راح يخذلني طموحي وأخذل جميع الزملاء الموجودين الآن أعتقد عندنا فرص تحسين كثيرة فرص منافسة داخليا النافس أنفسنا حقيقة من مكان لمكان وأعتقد أننا موجودين في بعض المؤشرات يمكن بعض الزملاء في مثل وحدة المؤشرات الدولية في الوزارة تقيس بعض الأشياء التي تنعكس على مستوى العالم مثل مؤشر مثلا Global Health Index الحمد لله يضعنا في المقدمة حقيقة يضعنا في المقدمة وهذه فرصة للجميع الزملاء اللي يسمعونا الآن من جميع القطاعات من جميع أجزاء المملكة يبحثون يلقون إحنا وين بالضبط حقيقة مثل المؤشر هذا يعطينا دافع كبير أننا الحمد لله في وضع جيد ولكن أرجع وأكد أنا من الناس على مدى تعامل السنين الماضية في مكافحة العدوة أبداً ما أسمح أن أقول أننا وصلنا للقمة لأننا حتى لو كنا في القمة لازم يكون عندنا قمة أخرى نسعى ونحققها أتمنى أحلامنا يعني يمكن ما أعطيتك أرقام أو أعطيتك مؤشرات بحد ذاتها واتجنب أني أضعها الآن على الطاولة بمساحة مفتوحة زي هذه ولكن دعوة للجميع أني أراهن على أننا في مكافحة العدوة بإذن الله في المقدمة دكتور أنت كنت مرة متواضعة صراحة يعني معلش أننا لازم أسرب لهم خبر التحديثات الأخيرة اللي عندنا يعني زي أنت ما ذكرت أنه في Global Health Security Index إحصائية عام 2021 كانت فيها عدة مستهدفات ومن ضمن هذه المستهدفات في مكافحة العدوة مكافحة العدوة مملكة عربية سعودية رانك رقم واحد فمعليش دكتور أنا لازم أطلع هذا التحديث يعني صحيح أنت كلامك أنه لازم الواحد يسعى للتحسين وما نطمح دائما للرانكينك بس هذا كله مجهود كمان الزملاء في الميدان اللي هم أساسا اللي يشتغلون خلف الكواليث لوصولنا هذا الرانك فالله يعطيهم العافية جميعا وأشكر بالدكتور وإحنا كلنا فخورين كوننا من عضاها المنظومة دكتور عبد المجيد في عام 2016 أطلقت رؤية المملكة 2020-30 وفي عام 2018 أنشي أول فريق تحول الصحي بالإدارة العامة لمكافحة عدوة مرشاة الصحية دكتور حب أسألك أنا إيش المطلوب من إدارة العامة لمكافحة عدوة مرشاة الصحية لمواكبة هذا التحول هلا أحلام أي دكتور طيب هو في عام 2016 أطلقت رؤية المملكة 2030 وفي عام 2018 أنشي أول فريق التحول الصحي بالإدارة العامة لمكافحة عدوة مرشاة الصحية طيب إحنا في إيش المطلوب مننا كإدارة عامة لمكافحة عدوة مرشاة الصحية لمواكبة هذا التحول طيب أحلام يمكن نفس الإجابة الماضية يكتلك عنها أنه أول ما مسكنا الملف الأمانة قاعدنا خلاص أن نقول والله هذا الآن ممكن مكمن قوة لنا وش الهدافة استراتيجية بدأنا نقرأ الملف وشفنا وش الدور المطلوب من الإدارة التنفيذة وش مطلوب مننا حتى التحقيق هذه المشارات عملنا على عدة ركاية الصحية قلنا خلاص هذا تقدرين تقولين هو الباثوي حق الإدارة أول شي قدرة الإدارة أو تعزيزها للإستجابة للأمراض الناشية والمستجدة من خلال بناء فريق قوي لتفشيات المرتبطة بالرعاية الصحية أيضاً فرق للإستجابة السريعة وكنا خلاص هذا هاجس وطني لازم يكون عندنا فرق فعلاً موهل أو جاهزة بناء على ما يخدم تعزيز جودة رعاية الصحية وحتى تعزيز الوقاية ضد مخاطر الصحية باعتبارها هدفين رئيسية فهيتمد عليهم البرنامج طيب دكتور التحول الصحي المكافة عدو بشكل عام في المملكة يعني أنا أقصد أنه إيش قدم التحول المكافة عدو على مستوى الأفراد سواء كانت تذكرت ممكن سابقاً أنه في مثلاً بنيته قدرات أو هذا أحد المسارات يمكن الآن عن تعزيز استجابة أو تعزيز الجاهزية ضد مراض الناشرة ومستجدة أيضاً الترصد للعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية أيضاً عندنا أحلام اللي هو برنامج التدريب ورفع المستوى وتنمية القدرات القدرات البشرية والوطنية بالذات فيما يخص مكافة العدوى عملنا على برامج تدريبية عالية وطبعاً ما في شك أنه يعني التحول بدون الوقودة اللي هم الكفاءات وممارسين مكافة عدوى اللي مؤمنين أيضاً بفكرة هذا التحول وبالأهداف الوطنية له بدون ما حيتنجح الفكرة نهاية لذلك يعني أول شيء سوياً أنه قلنا خلاص الآن لازم يعني أقدر أقول لك نملى السنة ببرامج تدريبية وتوقع هذا الشيء واضح الجميع وتغير واضح اللي قاعد تعمل الإدارة الآن البرامج الدورية اللي قاعد تقيمها والإعلانات يعني ينزل إعلان اليوم عن دورة تدريبية يليها بعد بفكرة أخرى في توجه آخر لمكافة عدوى أتكلم عن الهويس أتكلم عن برامج التعقيم أيضاً المركزي لذلك الآن عندنا ست برامج تدريبية ثابتة ثابتة بمسمياتها دورية ومعتمدة من الهيات المترف فيها وطنياً زي هاي فصات ويضم الوزارة وعمل منها ما يقارب تساطاش نسخة زي ما قلت وتخرج منها يعني أربعمائة وثمانية وخمسين تتكلمين عن يعني أربعمائة وثمانية وخمسين مؤهل من الكفاءات الوطنية قاعد يخدمون في المنشآت الصحية أكيد ما في شك إن هذا الشي جزء من التحول وجزء حتى من رفعة مكافة العدوى على المستوى الوطني يعني أنت قاعد تشوفين المؤهلين دولي كلهم كيف قاعدين يخدمون مكافة العدوى يعني كلهم في مجاله سواء تلمديرية أو التجمع أو حتى المنشآت الصحية أو حتى على مستوى الوزارة البكسل بما أنه في الأسبوع العالمي دي مكافة وشعارة العمل المهم على أساسيات مكافة العدوى نتكلم البكسل الآن عندنا ما يقارب 1981 مدرب معتمد على مستوى المملكة وإنما نتكلم عن فكرة أحلام يعني نتكلم عن مكافة العدوى المملكة والتحول أيضا نحن نتكلم عن مكافة العدوى بالشكل الوطني في كل الهيثكير بكافة قطاعات التوسع أو حتى الرعاية اللي ترعاها لدارة عامة مكافة هذه المنشآت الصحية لكل المنشآت بكل قطاعات نتكلم عن تابعة لصحة تابعة للمعات المعات النونومويتش البرايفت سيكتور الجميع أتكلم عن كل الهيثكير الفاسيليتي بكل الكاتيجوري حقتها لذلك كلها قاعد يعني فعلا أخذنا على ثقنا أنه يجب أن تغذى بالكفاءات وبالمعلومات الصحيحة المعتمدة من إدارة لذلك 1931 مدرب بكسل دربه ما يقارب 137 ألف ممارس صحي يعني فذلك رقم يعني نفتخر فيه رقم جبار ومهول فعلا وزي ما قال الدكتور خالد لازمنا يعني عمرنا يعني لما نتكلم الآن ونتكلم بفخر لأنه هذا مجال الأسبوع العالمي من حقنا يعني نتكلم عن الحمد لله يعني ما وصلنا له لكن زي ما قال الدكتور خالد لازمنا نرى أنه أمامنا الطريق طويل ولسه يعني ما بعد الآن نحن في قولي في منتصف تحقيق مستهدفات الرؤية فلسه العمل قادم عليها خلني أعطيك أحلام بعد حاجة عن الدورات القصيرة أيضا فيها أكثر 3580 مستفيد في أكثر من عشر تخصصات يعني حتى غير أصبح حتى يعني توصير رسالة مكافة العدوى ما اعتبرناها فقط حصر على أخصائي مكافة عدوى المختصين فيه أو في أقسام مكافة عدوى لا يعني كان حتى المعلومة التي تخص مكافة عدوى أصبح واجب علينا نشرها حتى لكل الممارسين الصحيين تتكلم الموظف الممارس الصحي بالإي سي يو أو قسم هو برضو ضروري أن يكون عنده معرفة في مجال عمل أو تخصه فيما يخص مكافة العدوى كل هذه الأسيات توقع أنه أرقام جبارة بس يعني إحنا مو كأنه كذا ركزنا أكثر على الممارسين الممارسين الصحيين وممارسين مكافة عدوى طيب الجوانب الأخرى اللي هي تنظيمي جانب طبيعي جانب هذه البداية تقدرون تحفظون على التوازن تقدرون تحفظون التوازن بدون ما يختل جانب عن الآخر بسؤال جميل الآن يعني الأول ما بدأنا موضوع التحول أو حتى بدأنا قراثة على مستور إدارة كان أنت عندك يعني الآن عين على التحقيق التنظيم الإداري فيما يخص توزيع المهام والصراحيات والآن أنا بأفصل مهام ما بين وزارة ومدينية وتجمع وكل جهازات العلاقة وعين على مكافة العدوى يعني كعلم أو حتى كمؤشرات أو حتى كداخل المنشآت الصحية فلذلك التوازن اللي لازم تعمله ما بين التنظيم الإداري اللي حتعمله وأيضا أنه ما مكافة العدوى هذا كان موضوع حساس بالنسبة لنا ويمكن نقول هو المهدد الحقيقي حقيقي كان لنا خلال ما عملنا على ملف التحول بالإدارة لذلك الحمد لله نقدر نقول أنه كان العمل في توازن نقدر نقول إن شاء الله أنه نجحنا فيه فيما يخص أنه نحافظ على مكافة العدوى وأيضا تنتقل بسلاسة عملية التحول يعني التغيير طبيعي يعني يواجه ما يواجه من التحديات وهذه مرحلة مهمة فلذلك حاولنا ننوزنها بحيث ما يتأثر شيء أعطيك مثال لما نجي الآن المناطق والمدريات التي فيها أقسام مقبل على التحول في الإدارة نعمل على تههيلها قبل ما يبدأ التحول عندهم بما يقل عن ستة أشهر فلذلك التجهيز للعملية هذه هي كان الهدف منها يمكن يعني حتى يذكرون هذا الشيء الزمل الموجودين الآن بالمدريات اللي يشوفون لما نعمل لهم لقاءات ودورات عن التحول وهم يقولون احنا لسه طيب هذا الهدف منها الهدف منها أنه ما يصير مرحلة التحول إذا صارت هي الفيصل ومثلا الآن بيبدأ القرار ولا تكون مفاجئة لهم لا في تحضير لها ممكن هذه هو أحلام اللي كانت فعلا أكبر تحدي كنا نواجه في النقطة ذي الله يدك العافية دكتور صراحة يعني زي ما ذكرت أنت البعد النظر التخطيط للمستقبل وزي ما ذكرت الرؤية هي أساسا موجودة من 2016 وإحنا ماشيين فيها في البلد في الوطن فإحنا مفروض ما نتفاجأ ونأهل المديريات اللي هما رح يكونون امتداد لنا وحتى التجمعات والمستشفيات أنهم يكونون عندهم مؤهلات وعندهم كفاءة زد من كفاءتهم مهنية والعلمية الله يدك العافية دكتور دكتور فيصل لازم نرجع لك وحقيقة احنا بمجال مكافة عدوى دائما لما نبغى نراقب أي تفشي وبائي لأي عدوى داخل المشاطة الصحية نراقب معدلات العدوى من خلال برنامج ترصد اللي هو ترصد العدوى مرتبطة بالعاية الطبية اللي حاليا طبعا تشرف علاقيات أنتوا فريق عملك دكتور حب أسألك إيش التقاطعات بينكم أنتم مفريق مثلا التفشيات الوبائية إيش أوجه الشراكة يعني كيف ممكن تغدون بعض بطريقة ما كمؤشرات وعشات وعشان انتخاذ إجراء لسمح الله عشان ما يوصل التفشي لمراحل جدا متقدمة دكتور أحنا السؤال السؤال مهم جدا دائما نقول قوة أي قسم مكافة عدوى في أي مستشفى أي ممشاة صحية هو قوة برنامج ترصد للعجو المثال بالمشاة الصحية كلما كان عندي برنامج قوي فأنا أقدر أكتشف التفشي قبل يتحول إلى تفشي لفل ألف أو لفل باع أو لفل سي فأحنا نحتاج أنه نكون برنامج ترصد فعال بشكل يومي بحيث أنه حافظ على التفشي لمرحلة قبل تصبح مرحلة متقدمة فكلما كان عندي برنامج ترصد قوي جدا في المنشاة الصحية فأنا أقدر أقول أنه ما سيكون عندي أوتفشيات على مستوى أي أو يعني مستوى تطوره تقريبا هذا وجه للرب في برنامج تفشيات أوتفشيات الله يذكر العافية دكتور حقيقة أنا أممكن كمان أبغى أسمع من تور خالد الشقة الثانية من السؤال دكتور بحكم أنت القائد الأول صانع قرار في الإدارة كيف ممكن أنت تعرف البرامج كلها تعطي تعطي مؤشرات البعض تبين كيف البرامج تمكافة عدوة في المملكة ماشية يعني زي ما ذكر الدكتور فيس التداخلات بين وبين الأوت بريك طيب فريق التقييم مثلا فريق المتابعة والتطوير كيف ممكن تعرف تداخلات وهم بينهم كفريق عمل ممكن هل في بينهم شراكة أو تعاون أو يبان بينهم آلية العمل بحيث أنهم ينبهون بعض أو يحسنون من منع العدو المرتبط برعاية الصحية في مشاهات الصحية يطيك لك صراحة سؤالك ظاهرة بسيط ولكن مرة عميق وصعب الإجابة عليه بسهولة نتخيلها أنت تتكلمين كأنه فكرة إدارة كاملة إدارة مبنية على عدة إدارات على ثقاطعات مختلفة على مستويات مختلفة لما نتكلم عن فريق الترصد لا أتكلم عن فريق الترصد فقط في الإدارة العام المكافحة العدو التي تشكل من 4 أو 5 أشخاص نتكلم عن الترصد أو الترصد التي هي تكوارد انفكشن سيرفيلنس بروغرام عشان نوضح للزملاء بالعربي الترصد هو فعلا ما هو بسهول سهول نتخيلها نتكلم عن فريق موجود في الإدارة العام المكافحة العدو نتكلم عن فريق موجود في المديريات بعشرين مديرية صحية نتكلم عن فريق موجود تقريبا بما تقريبيا يعني أكثر من 500 مستشفى حكوم القطاع خاص كلها تحت مظلة وحدة إلكترونية هذه من ناحية من ناحية إدخال بيانات لا ننسى انها كمان تحت مظلة برنامج وطني متكامل فيما يخص الترصد مع وجود القطاعات الأخرى ولا الحمد في الفترة الأخيرة الوجودها القطاعات الحكومية غير وزارة الصحة شيء نفخر فيه فلذلك الموضوع كيف أن نقدر ضبط التكامل مع وجود بعض التداخلات في البرامج الأخرى ما ندعي المثالية ولكن هي مبنية على تجارب سابقة خبرات متراكمة علم وجود ناس مميزين ما يهجدون حقيقة ولا يستقرون إلا يحققون الأفضل فلذلك كيف نقدر نربط بين البرامج كلها داخل الإدارة عندنا برنامج مثلا لو نمتكلم عن برنامج التقييم الأودتين كيف أننا نربطها مع برنامج الترصد أو برنامج التفشيات طبعا هو عمل متراكم على نفس المستويات التي ذكرتها سابقا ونبنيها كقاعدة عشان كذا أنا يمكن قبل شوي لما قلت حتى لو وصلنا للقمة ودعينا لابد يكون في قمم أخرى لنوصل لها دائما في عملية تحسين مستمرة ومراجعة مستمرة لجميع البرامج على مستوى الإدارة والتكامل فيها برنامج التفشيات مثلا جميع جميع معطيات ما يخص أو عبد المجد أو عبد المجد أمطير أو فيصل أو حتى خالد العنزي فلذلك هذا التكامل يبنى على مرحلة متعددة ومرحلة ثقة بين الجميع يمكن أنا أعطيتك من جانب نظري حقيقة ولكن من جانب عملي الأمر ليس بسهولة لتخيلها أي أحد فيما يخص الترابط والتكامل بين برامج مكافحة العدوى الله يتكلم عافية دكتور يعني يمكن ذكرت كلمة بتربطها بين إجابتك وإجابتك مجيدة سابقا ببناء القدرات أو بناء تحسين أو رفع كفاءة المرسيم مكافحة عدوى على تجمع أو في المديرية أو في المستشفيات أنه فعلا كل برنامج أو كل قسم في الإدارة العامة مكافحة عدوى يعرف السلسلة حق العائلة نفسها القسم نفسه يعني فريقة الترصد أو سيرفيلنس يعرف السيرفيلنس اللي في المديرية يعرف في التجمع وكذلك في المستشفى وقص على ذلك القطاع الخاص وقطاع غير وزارة الصحة فلما فيه اجتماع سبوعي يصير وفيه مناقشة يمكن هذا السؤال تكرر كثير أنتوا كيف تعرفون مؤشرات بعض في الاجتماع السبوعي نناقش نقول مثلا برنامج الآيكا أو الأوديتينج أو تقييم معايير مكافت عدو في المستشفى فلاني ترى مرة في عنده ديفكت كده كده انتبهوا يا فريق الترصد ترى عندهم ديفكت في السيرفيلنس أو انتبهوا الأوتو بريك ترى ما عندهم سيكرينينج أو انتبهوا ما عندهم كواليفيكيشن معينة فيحتاجون تدريب معين فهذا الترابط والتكامل صراح حسسنا أنه احنا مو عشان نمسك أخطاء بالعكس للتحسين والتطوير فإحنا منظومة مكافت عدو كل هي فعلا صح أسرة واحدة دائما عيننا ما نخفلها أو ننام ونخلي عيوننا على جميع الجوانب الله يعطكم العافية دكتور أنا لنآن ما خلصت معك دكتور خالد حقيقة أنت قائد السفينة وربانها يعني فترة أخيرة صرنا نسمع كثير عن أمراض الناشو أو مسجد يعني آخرها فايروس نيبا اللي كان في الهند دكتور هل ممكن يطلق هذا الفايروس عندنا مملكة العربية السعودية قصدك نيبا أو لا أي فايروس آخر أيوة نيبا يعني ما في مجتمع أو خلنا نقول أي مجتمع خلونا نتكلم لو افترضنا أن المنشآة الصحية عبارة عن مجتمع خاص فلذلك ما في أحد محمي من أي فايروس سواء نيبا أو غيره أو أي أن كان أعتقد فكرة الجاهزية والاستعدادية التامة بكل المراحل ما هو خيار لمكافحة العدوى هو من صميم عملها حقيقة موضوع أننا نكون جاهزين ومستعدين لأي فايروس نعم هذا واجب علينا وحقيقة في مشاريع يعني بكرا إن شاء الله أنا عندنا مشروع جديد راح نبدأ نحط أساسه قدن حقيقة في اجتماع خاص فعليا ترى السؤال السؤال فاجأة فلذلك أحنا خلنا نقول أننا الحمد لله برامجنا غالبا هي جاهزة لأي خطر أو مهدد للصحة العامة أو حتى للمنشآت الصحية ولكن نضع البرامج في شكل مشروع هنا اللي بدأت تتميز فيه الإدارة من فترة مع التجارب السابقة فلذلك نعم فيه مشروع راح نقيس فيه الاستعدادية والجاهزية وكمان الاستجابة لو حدث عندنا شيء بشكل مستمر يعني بشكل ممنهج وواضح حقيقة بقيادة الزملاء في برنامج التفشيات كمشروع متكامل بإذن الله راح يطلق قريبا الآن نضع له المسودة الأولى بقيادة الزملاء في الإدارة وثم راح ينطلق هذا ما أقول إنه شيء جديد على الجميع زي ما نتكلم كنا عن العدو المرتبط بالقسطرة الدموية هو موجود ولكن أنك تضع على هيئة مشروع من أجل المتابع والاستمرارية والحث وعطاها حق من التسويق والتوعية هذه الفكرة المشروع القادم فيما يخص الجاهزية والاستعداد وعلى فكرة ما هي جديدة علينا حقيقة كل ما حدث في الجائحة كوفيد أو غيرها أنا أعرف أنه يمكن كلنا خلاص من لينا نتكلم معنا أحد يحب يتكلم حتى يجيب طار الجائحة ولكن حتى فيما يخص التحول كثير من القطاعات ممكن تأثرت بعض القطاعات تقدمت فيما يخص الكوفيد منها مثلا الـ IT والعمل الممنهج في السعودية على موضوع أتمتة الأنظمة الحكومية يمكن دفعها قليلا الجائحة نحن كمكافحة عدوة رقم أننا كنا في قلب الحدث وقلب المعركة ولكن حقيقة فعلا الجائحة دفعتنا في التحول التقدم الذي نرى هو ترماه تقدم طبيعي ولكن فعليا الجائحة علمتنا تجارب أخرى خلتنا حتى على المستوى الإداري والتنظيمي تدفعنا قليلا في الجائحة أرجع معرضين الفايروسات أو مايكروبات قادمة طول الوقت وبإذن الله بوجود الكفاءات والقدرات التي أرى بشكل يومي في مكافحة العدو أعتقد نعم جاهزين بإذن الله وأنا سابقا كانوا يخوفون بالمهددات سواء فايروسات أو مايكروبات أي أن كانت الآن بدلاًا يخوفونهم احنا صرنا مصدر أطمئنان للجميع فيما يخص المهددات التي تأتي سراحة من الخارج أو حتى لو كانت مجرد أفكار يعطيك العافية تمنى إيجابتي كانت واضحة أكيد دكتور أنت أخذت بالعكس إن شاء الله جوابت على السؤال الثاني أنت عرفت أنا أشي أقصد في السؤال الثاني عرفت الشقة الثانية من السؤال ففعلاً الحقيقة إحنا تعلمنا شيء كثير من كوفيد-19 زي ما ذكرتم كل الأمراض الناشئة والمستجدة والمستجدة والإمرجنج والري إمرجنج تعلمنا الدروس الإيجابية طبعاً بإذن الله ومتأكدين أن كل برامجنا حقاً مكافة عدو أكيد هي في الأخير تعطينا قياس مدى جهزية مرشآتنا الصحية لتصدي مثل هذه المراضة المعدية اللي ما هي شيء صعب أو تحدي لأبطالنا بطال مكافة عدو شكراً لك دكتور دكتور عبد المجيد نرجع لك والمايك يكون عندك دكتور مكافة العدو ككهينونة موجودين بعدة مستويات في التحول ممكن تكون أدوارهم متداخلة أو كيف نحن نقول نخلي أدوارهم يعني بحيث أنهم يرتبطوا بعض بدون تكون آلية العمل نفسها تكون سلسة وغير متداخلة ومتضمة كيف ممكن نقدر نحقق هذا الشيء أحلام سؤال جيد سؤال جيد يمكن هذا برز التحديات اللي اعتبرنا يعني عدم الاهتمام فيها راح مو بس نفشل في تحقاف العدو وممكن حتى يسبب هذا الشيء خطر على مكافة العدو في المنشآت يمكن قدرنا في مكافة عدو أنها يعني سلسلة متواصلة مع بعضها مستحيلة تنقطع تبدأ من الوزارة إلى أن توصل إلى يمارس العمل داخل المنشآة صحية فلذلك عدم وجود وزارة قوية في دورها وتدي دورها في الإدارة مثلا هذا يلقي بظلالة على مدرية مو قاعدة تستلم مثلا نتكلم له مثلا عدم وجود دليل شادي قوي مبني على أحدث الأدلة العالمية وحتى المعايير الوطنية هذا الشيء يلقي بظلالة على المدرية التي تشرف على أيش أيضا على التجمع الذي ينفذ أيش حتى لمارس صحي أنا أطبق أنا ما عندي معلومة الجهة المفترض تزودني بهذه المعلومة والمشرع لها ما وفرتها لذلك ضعف أي جهة من هذه الجهات لا بد أن يلقي بظلالة على مكافتعده ككل ونفس الشيء لو عندنا وزارة قوية قاعدة تسوي دلر شادية قوية قاعدة تسوي معايير عالمية وتدريب عالي جدا وبالنهاية في ممارس صحي ومختص مكافتعده منشأة مو قاعد يوصل هذا الشيء أو أنه بعيد كل البعد عن هذه المعلومة ومو أبديتد مع اللي قاعد يصير على المستوى الوطني أنا برضو ما قدر توصل للناس يمكن هذا كان تحدي بالنسبة لنا عشان كذا قلنا أنه التحول وتطبيق هذا التحول وحتى تطبيق ركائز الأساسية ما يختص بس مكافة العدو بالوزارة إذا نعم صحيح بدأنا من نفسنا أو الناس طبقنا على التحول وإدارتنا وعيد هيكلتها بس نفس الشيء إذا ما عندي مديرية أو بعيدة عن هذا التحول وحتى تجمع أنا ما أعتبر نفسي نجاح لذلك أيضا حاولنا بنفس قوة الوزارة تكون عندنا مديريات نفتخر فيها أقسام مكافة عدوة كفروع للإدارة في المناطق بنفس القوة وبنفس الكفاءة أيضا تجمعات حاولنا الآن ما يقارب 16 تجمع في المناطق الثلاثة التي يطلق فيها بشكل رسمي إعلان المديريات والتجمعات أيضا الممارسين الصحيين وصل لهم جزء كبير من هذا التهيير لذلك حرصنا كل الحرص على أن تكون السلسلة هذه كلها قوية ضعف أي جهة فيها ما هو في صالح مكافة عدو بشكل عام يمكن هذا كان هو هاجسنا الكبير نقدر نقول الحمد لله يعني أن وصلنا إلى مرحلة مرضية لكن لازمنا والدليل أنه السبوع القادم أو عفوا بعد السبوعين عندنا دورتين أيضا تختص برفع كفاءات الممارسين صحيين بالمنشاة الصحية وحتى بالمديريات والتجمعات أتكلم عن بناء القدرات وحتى دورة الأرارتي الله يتكلم يا دكتور طيب أنت حين دكتور الأشياء التي ذكرتها هذه كلها كأنه كانت مرحلة أو فيس أو قيت قبل أطلاق التجمع أو قبل أطلاق وجود تجمع كهيكلة وخلاص بدء العمل فيه يعني كلها من تأهيل كوادر من تجهيز أدلة إرشادية طيب إذا كان أطلق أردي التحول تكملون معاهم أثناء الرحلة يعني إذا كان واجهتهم أي تحديات تكملون معاهم في الرحلة ولا خلاص مجرد ما يطلق أحلام ما في شك طبعا التحضير بس وحتى علان انطلاق التجمع هذا لسه ما بعد بدأنا يعني أنت تتكلم عن الدعم اللي قاد يقدم حتى المديريات بدورها في تفعيل أقسام مكاثعدة في التجمع من خلال تدريب والتعهيل فلذلك في تدريب عالي يعني يعني إحنا بكرة عندنا في جدة أيضا تدريب من الزملاء بالمدرية الله أعطيهم العافية وبحضور الإدارة للزملاء في مكاثعدة وفي تجمعي جدة الأول والثاني التدريب مستمر أيضا لتهيل هذا الأقسام لذلك توزيع المهام والصلاحيات ما هو يعني ما هو وثيقة طلقتها لدارة ولتوزيع المهام بين كل الجهاد لا تلع علاقة بما يتوافق بالتحول وانتهينا لا متابعة تنفيذها جدا مهم وحتى فعليتها يعني الوثيقة غيرت يعني صدر منها إلى النسخة الثالثة ونعمل على تحديث النسخة أيضا الآن لذلك متابعة دورية ومتابعة فعالية أداء المهدريات وحتى الجمعات أو حتى عندنا بالإدارة يعني نحن سنويا يعاد هيكلة الإدارة ولو تم الحاجة بما يتوافق مع التحول أو يتغيير طارق أو عدم فعالية هيكل تنظيمي عندنا ممكن يتغير في نص السنة حتى في أي وقت لأنه خلاص يعني وصلنا مرحلة نقول من نضج في التعامل مع التغيير لذلك ما في شك أنه المتابعة مستمرة إليه ما نقدر نقول أنه الحمد لله يعني النضج عالي والأقسام كلها اللي تقدم مكافأة العدوى بكفاءة عالية الله يتكلم عافية دكتور حقيقة إجاباتك كلها كافية ووافية وإحنا الآن نحس نفسنا ما كتفينا من التحول وملف التحول في مكافأة العدوى يمكن روح المقولة تقول أنه كل عمل هو صورة ذاتية للشخص اللي أنجزه فدائما لازم نختم أعمالنا بتوقيع التمييز دكتور فيصل يمكن سؤالي لك بعدها المقولة أنه رفع القدرات زي ما ذكرت بنجيد سابقا الترخان وتنميتها عن مستوى مكافأة عدوى هي أهم أهداف إدارة العامة ومكافأة عدوى طيب إيش ممكن تعطين نظرة عن إيش الخطوات التي تخذها إدارة العامة ومكافأة عدوى عشان تطوير هذه القدرات والمهارات يعني أنتم بالذات حرصين على أي قدرات منها قدرات قيادية ولا فنية ولا فنية ولا كلها الأثنين تتعايت سيد أحلام من الأشياء المهمة عندنا برنامج الترصد وبرنامج الترصد خلال الفترة الماضية وجدنا حل اللي هو برنامج مشترك بين ترصد الترصد حيث أننا نطور ناس قياديين في المناطج تقود برنامج الترصد عن مستوى المدريات أو عثا عن مستوى التجمعات ومجمعات الصحية يمكن خرجنا تقود برنامج الترصد على مستوى المناطق هذا نستهدف فيه أن نخرج قياديين يقضون البرنامج يقضون الاستراتيجيات الوطنية على مستوى المناطق غير البرش العمل الدورية اللي نستهدف فيه تطوير وتحسين المعلومات الممارسين الصحية في جميع المنشآت الصحية واللي دائما تكون تلقي آخر ورشة عمل سوناها سبوعا قبل الماضي كان عدد الفطور فوق 850 شخص الممارسين الصحية في القطاع الخاصة التالفومي دائما نستهدف في تطوير الممارسين الصحيين على جميع القطاعات ما نستهدف فقط القطاعات التالفومية لأنه البرنامج أو برنامج الترصد الآن يتابع جميع العجل من فوق المنشآت الصحية على المستوى المملكة وليس فقط على مستوى المستوى المستوى التالفومية نرجع حتى للبرنامج ترصد ترصد إلى الحمد الكل اليوم نفتخل نقول أنه عندنا برنامج إلحروني موحد لجميع المنشآت الصحية على المستوى المملكة نقدر نتابع فيه معدلات العجوى وإذا نعرف حتى وين تدفك إذا كانت يدفك في منشآة معينة أو حتى في منطقة معينة من أحد الدخالات نعرف أنه المنطقة أو المنشآة تحتاج إلى تدريب وتثقيف على استخدام البرنامج أو حتى على فإحنا دائما نحرسين أنه يكون عندنا مرش عمل مجتمرة على طوال السنة لدميع الممارسة الصحيين والكورس المكثف اللي هو اسمه هويس ومتعلق البرنامج الترصد والتفشيات ومتركب العسل لا تكالعاك دكتور فيصل حقيقة هي مكامن القوة دائما تكمن في التدريب والتعليم فجدا والله هي مهم دوركم بالعمل دورات والورش العمل المتكررة دكتور عبد المجيد رجع لك سؤال أنه مؤخرا شفنا تقرير نشر تقرير وطني خاص العدو المتبط برعاية الصحية العام 2022 للمملكة عربية السعودية بمجلة طبعا عالمية اسمها جورنل أوف انفكشن أن public health دكتور أحب أسألك إيش وضعنا في مكافة عدو بمملكة من خلال قاعدة أبحاث العالمية إيش وجودنا فيها إيش وضعنا فيها أحلام ما عليش إيش وضعنا يقطع الصوت في قاعدة البيانات والأبحاث العالمية إيش وضعنا كمكافة عدو فيها من مملكة شوفي الحمد الله يعني جميل أنه ممكن يعني الآن يلقى اهتمام كبير صراحة فيما يخص أو حتى في دعم كبير فيما يخص دعم هذه الأبحاث بما يخدم حتى تحسين مكافة عدو على المستوى الوطني الحمد الله الآن نعمل في الإدارة على كذا بحث صراحة وهدف الأبحاث هذه مولي مجرد النشر قدم أنه حتى للاستفادة من هذه الداتا وحتى هذه البحوث بما يدعم مكافة العدوى مرحلة البحوث خليني أرجع شوي يكلم كيف يعمل البحث على مستوى دارة في دورات ولله الحمد فيما يخص رفع المستوى مهارة البحث بناء على الأحدث الطرق العالمية في التعامل مع البحوث في دورات تقيمها وترعاها لدارة سواء المنسوبية وحتى المختصين مكافة عدوى ومفتوح التقديم لها الجميع يعني كل يسمعون بشكل دوري في إعلان لدورات للبحوث وطريقة كتابتها وطريقة التعامل وتحليل الداتا فيما يخص البحوث العلمية بمكان الجميع يقدم عليها الحمد لله أنه حتى البحوث مو بس اختصت بالمنشآت الصحية اللي في وزارة الصحة يمكن حتى عندنا أحد البحوث اللي تخص حتى مراكز تهيل الشامل أيضا فلذلك الحاجة نقول العالية للبحوث والدراسات اللي تختص مكافة عدوى ونشرها وإجتفادها منها هو ضرورة خصوصا أنه أعلن مؤخرا في وزارة الصحة عن أبرز البحوث اللي فعلا الوزارة تهتم فيها لعام 2023 وكان منها العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية لذلك أحد المواضيع الأساسية اللي الوزارة سوف يعني تعطيها عناية تامة فيما يخص البحث العلمي لهذه السنة هي العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية وهذا شيء دافع لنا كبير حتى احنا المهتمين مكافة عدوى أنه فعلا يكون الآن نطلع بشيء فعلا مو بس ينشر قدما أنه يستفاد منه علميا الله يتكلم عافية دكتور يمكن أنا سويت شير على الشاشة الجميع مستمعين اليوم بالبحث اللي قاعد أتكلم عنه بحث جدا رائع وهو مو بحث هو تقرير صراحة لمكافة يوضح فيها المعدلات الخاصة بالعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية شكرا لترع بمجيد حقيقة يمكن التدريب اللي ذكرته مو بس للممارسين الصحيين أو لمكافة العدوى في المديريات والتجمعات المفتوح لا أيضا حتى نحن على مستوى الإدارة يعني الإدارة تعنا أنه بالعكس نحضر دورات مثل هذه وتسجل أيام محددة تعليمية نحضرها جميعا لكتابة البحوث وأيضا كتابة الأدلة الرشادية ففي دورات مختصة عشان نطور مهاراتنا وكفاءاتنا وهذا الشي جدا مهم لأنه إذا ما تسجل في قاعدة البيانات الخاصة بالأبحاث حرام جودنا هذا كل يضيع شكرا دكتور دكتور بس قالت لنا عصفورة حاجة دكتور دكتور عبد المجيد معنا دكتور عبد المجيد تفضل دكتور يمكن عندي مشكلة لما يرتع معنا بس 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 بعلق على ال 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 الماضية وهمية البيانات المستوى الوطني سابقا وقت عمل حضرتها كان فيه نقاش على أن نحن نقارن نفسنا في البيانات البيانات المستوى الوطني مع نشر ريكورد عن المستوى الوطني ويكون عندنا إظام موحد على المستوى المملكة ومملكة نحن قادرين أن يكون لدينا البيانات وطني ويكون نخطي على جميع الاستشفات الوطنية حيث نقارن نفسنا بالمعدل الوطني وليس فقط على المعدل العالم بإذن الله نشوف نفس القريب العاجل نشوف معدلات الوطنية تقريبا مقاربة بالمعدلات العالمية لا تقريبا دكتور يمكن تقريبا لدينا تقريبا تقريبا الدكتور عبد المجيد وهذا كان شيء يذكر الله يعطيه العافية الدكتور عبد المجيد مرة في السنة يدفع الحمد لله أنه الكالندر هذا فكرة أنه نضع كالندر كامل للسنة كاملة للإدارة العامة وكافة العالية ومن بدايتها ليس قضية تنظيمية فقط ولكن أيضا من ناحية التحفيز أنت يا مدير البرنامج الفلاني أو قائد البرنامج الفلاني تعال شوف سنة كيف هي ماشية هل معقولة يمر سنة أو شهر من الشهور بدون لا يكون عندك حدث غير تقليدي يعني موضوع الاجتماعات وموضوع العمل العادية هذا شيء أي أحد يقدر يسويه الفرق بالتقدم الذي أنت ممكن تقدمه حقيقة لوحة أنا حاطة قدام مكتبي بالضبط وأنا من الشباك من مكتبي أشوفها بشكل يومي حقيقة شيء يدعو للصخر شيء يدعو لحجم العمل القائم في الإدارة شكثر الزملاء لو افترضنا أننا 30-35 شخص وكيف المهام تتعامل تتعدى يعني المئات القير تغليدية أنا ما أتكلم عن حضور وغياب وانصراف ومهام وزيارات الأشياء متقدمة حقيقة والأجمل بالموضوع حتى لو كانت في ورش عمل متكررة لو افترضنا أننا مثلا على مستوى الرفع الاستعدادية والجاهزية وفرق الاستجابة السريعة عمر ما كان الورشة العمل رقم واحد زي رقم اثنين فما بالك لما تكلم عن واحد إلى أربعة قفزة كبيرة حقيقة أنا دائما أقول من نصيب الناس حظهم أجمل والله رازقهم بالأفضل لما تتأخر قبولك للورشة اللي بعدها أو اللي بعد اللي بعدها وقيس على كده باقي البرامج حقيقة أتمنى أنا يعني إحنا الآن بدأنا بفضل أحد الزميلات مثلا أنها تبقى تمر الإدارة تتعرف على برامجها كمان برنامج ممكن يكون فكرة برنامج آخر أننا نستضيف أحد يعمل معانا بشكل أسبوع كامل في الإدارة تحت مظلة الإدارة كلها تجي بسبب أني قلت له تعالي فقط شوف الكنندر الموجود في الإدارة وحجم العمل والمهام بدون مبالغة أحد البرامج التدريبية التي هي فقط ثلاثة أيام المتقدمين كان لها أكثر من 1500 قيس على كده حجم المهام المستمرة عند الإدارة الكنندر هو هو مفتاح يومي نشوفه نستفتح في يومنا متى ما حسينا بالفتور أو حسينا بالضعف أو الانهزامية لما نشوف اللوحة الجميلة هذه يمكن وضعتها أحلام الآن على سوى تشير في صفحة المساحة حقيقة شيء يدعو للفخر شيء يدعو للسعادة حقيقة رغم أنها ترى مرة بسيطة لا تعتقدون أن دكتور عبد المجيد تكلف كثير مجرد لوحة بسيطة ولكن أن نكتب عليها إنشطتنا بشكل مستمر ونقيسها سنة وراء سنة أحلام إذا تقصدين شرحي هذا أتمنى أنه كان واضح إذا تسمحوا لي دكتور دكتور عبد المجيد ترحنا ما أقول لنا أنا أعتذر لا أنا أعتذر كان عندي مشكة بالنطبس يعني الحمد لله أني جيت ودكتور خالد يحشني فكشفته وأنا أكد على كلام دكتور خالد أني أنا فعلا شريته ولكن صراحة بصماتك دكتور أصلا هي ترى هذا الكلندر بايدوين المستمعين كل من الحضورة اليوم ترى هي بين مكتب يعني أنا خطى كيف الصورة خطى سلقة يعني فعلا هو عندنا كتب يعني حرشة أو كل يوم يذكرنا ترى أنا اللي شريت هذه يعني هو ذلنا فيها لا ترى فكرة الكلندر هو أول شخص بإدارة نصبع عليه كل يوم صراحة فالجميل ترى فيه ما يقارب يقارب صراحة أنا بما أني دائما أمر عليه وأصبح ما يقارب أكثر من 90 فعالية تقريبا هو دلالة يعني زي ما قال دكتور خالد بس هو دلالة أكثر على نقدر نقول بلاننج الجيد لدوراتنا وحتى لكتفتي اللي حنا نسوي سواء داخليا على مستوى دارة وحتى خارجيا لذلك لما نجي حتى يعني معلش أنا حيانا أستخدمه أنه يضبطنا شوي يعني يضبطني أنا في مثلا أنا والدكتور مطلق مثلا فيما يخص بناء القدرات خاص من أول سنة جينا قلنا نوفمبر سبتمبر هذه الأيام الثلاثة هذه الأيام خاص جباري خاص وضعناها بالكلندر لابد لابد إن شاء الله قال الله أننا نطبقها بالوقت هذا الالتزام هذا يمكن الكلندر هو أحد الذي يتساعدنا على هذا الالتزام وزي ما قال الدكتور يعطينا يعني ترى لما تيجي آخر السنة بناخده معنا نحتفل فيه يعني بنشيله بلك تفتري فين قل هذا جهدنا فهو الله محفز كبير يعني واحد أعضاء لدارة نعتبره صراحة لا تكلافل شاريط أيهو اللي هو شاريط مجيد من أمازون حتى لا لا تعلمين من المكان عشان أقدر أبيع أنا اللي بيشتريه يجيني خاص وبيع الكلندر شمو حقنا هو مرة حجمه ترى مو صغير زي الصورة اللي حطتها اللي حطتها لكي واضح نحن كنت خايفة وصراكت بسرعة الصورة لكن ترى أنا بعثت في إعتراف خطيرة اليوم صراحة أنا كنت أحسب أنه لما أشيل استيكر حق أحد زملائي هو التور ناصر الشريف لما يكون ماسك موعد وأنا أبغى هذا الموعد لي لإدارة برامج الحاجة أشيل استيكر نوت حق التور ناصر وحط حقتي بعدين شفت أنه لا هي مسجلة في كلندر حق التور خالد الكمبيوتر فتوبت بعدها سويها الله يدكم العافية جميعا وبس حبيت كده نوريكم بعض اللمسات حق الإدارة وأتمنى بالعكس أي أحد أي وقت يزورنا إحنا تحت أمركم أي وقت طبعا بمناسبة الأسبوع العالمي لنضاف الطهير الأيدي اللي دائما يوافق يوم خمسة ماي وكل عام طبعا من خلال هذا اليوم يتم تفعيل التوعية بأهمية الإجراء البسيط والجوهري اللي احنا عارفين دوره جدا مهم بيكسر سلسة العدوان طبعا دائما الناس تستخف بنضاف الطهير الأيدي لكنه شي مرة كبيرة في نفسه اليوم المميز العام الماضي بعشرين اثنين وعشرين تم توثيق تجربة المملكة عربية السعودية من قبل منظمة الصحة العالمية بتطبيق الفعال لبرنامج نضاف الطهير الأيدي وكان جدا شاده بتميزه وحقيقة هذا الشي دور المملكة ودور الأبطال مكافة العدو في مشآت الصحية وبدعم طبعا قياداتنا في تطبيقها دكتور خالد أنا يمكن المقدمة هذه كلها عشان أسألك أنا إيش مستقبل مكافة العدو في المملكة لفين نبغى نوصل يعني إيش اللي تطمحون لك إدارة عامة مكافة العدو طموحنا حقيقة ما في طموح يوقفنا يعني حقيقة ما أقدر أجزم إحنا يعني أقول لكم نبغى زيرو حارم ولا زيرو إكلابس ولا زيرو كاوتي أعتقد الأشياء هذه تنظيرية أكثر من كوناها إحنا نتقدم بتقدم المملكة نتقدم بتقدم مكافة العدو حقيقة أقولها بكل صراحة لا يمكن لا يمكن أتخيل أننا يعني نوقف لا يمكن أتخيل أنا ما أتكلم عن خالد العنزي ولا أتكلم عن عبد المجيد ولا عن أحلام أنا أتكلم عن مكافة العدو واللي هي قائمة بأشخاصها ترى التكامل الموجود في مكافة العدو أجزم أنه مو موجود بكل مكان فلذلك إذا تبيني أقول لك رقم أو مكان محدد لا مستحيل أقدر أحدد لأن هذا يظلم طموحاتي الشخصية وطموحات كمان جميع الزملاء الموجودين في مكافة العدو أطمح أن نكون زي ما بدأنا في فكرة الرؤية أن نكون رائدين الريادة هذه دائما تسعى أنك تكون أفضل تسعى أنك تلقى خلل وتصلحه فلذلك ما أسعى أني أكون كامل قد ما أسعى أني أبحث في مكان محدد area of improvement ونستمر أننا نحاول نوصل للشيء هذا موضوع الهند يجيزين حقيقة يشكرون جميع من ساهموا في الموضوع هذا ولكن هذا إشادة مستحقة حقيقة يعني شكرا الجميع من دونوا الشيء هذا ولكن هي جزء بسيط فقط من الإشاد خلنا نقول التوثيق اللي يستحقون مكافحة العدوى تكلم الدكتور عبد المجيد عن الأبحاث أعتقد منطقة الأبحاث تستحق كثير والكثير من التحسين عندنا في مكافحة العدوى على مستوى الجميع حقيقة وهذا اللي راح يشهد إن شاء الله ويخلد في المستقبل فيما يخص مكافحة العدوى طموحنا أن ما يكون فيه طموح يحدنا ويوقفنا الله يتلعافي دكتور يمكن أنا شاركت للشاشة لهذه الذكرة الجميلة اللي حقيقة لما نشوف بصمة ممارسين كافة العدوى في المنشآت الصحية اللي هما في الميدان اللي هما أساس هذا النجاح نفخر حقيقة أننا ننتمي لهذه الكينونة الله يدكم العافية جميعا صراحة اليوم أنا متحدثيني أثروني وإثراءهم كان رائع لهذه المساحة وفعلا قيم ولازم وجاء الوقت اللي لازم نفتح فيه باب الحوار ونستقبل استفسارات من قبل حضور مستمعين وأنا متأكدة أنهم جهزين أسئلتهم على فارغ الصبر لسؤالها نأخذ الاستفسارات ونرجع لكم في أي مداخلة أو استفسار من أحد الحضور أستاذ خالد حياك الله تفضل مساء الخير أستاذ خالد السلام عليكم الله يعطيكم العافية عليكم السلام محمد الله إياك الله تفضل شكرا أحلام الله يعطيك العافية أنا والله لا أعطي مداخلة ولله لقيتها فرصة وأحب أسلم على الدكتور خالد والدكتور عبد المجيد والدكتور فيصل زملاء عمل وشكرا جزيلا لمجهوداتهم مجهودات فعلا جبارة الله يعطيكم العافية جميعا شكرا لك لمداخلتك وجودك معنا أستاذ خالد الله يعطيك العافية وحقيقة انشرف لنا وجودك أستاذ علي مساء الخير تفضل أستاذ علي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يعطيك العافية أستاذ أحلام يعطيك العافية دكتور عبد المجيد دكتور خالد دكتور فيصل مساحة جدا صراحة قيمة ومثمرة بداية يعني أحب بس أتكلم بكلمة بسيطة وكلمة توضيحية بس على الدور الفعال والكبير اللي قاعد تعمل إدارة مكافحة العدوى بالوزارة واللي على ضوها ما شاء المديرية العامة الشؤون الصحية بالشرقية في إدارة مكافحة العدوى بقيادة نفس الشيء دكتور عبد الله العنزي طبعا أنا الآن في الفترة الحالية طبعا أحد الملتحقين ببرنامج تدريب CICB وفي نفس الوقت خريج بناء القدرات في الدورة الثانية ما شاء الله يعني الإدارة في الوزارة ليل ونهار دائما يعني حريصة مهتمة متابعة لجميع تطورات التحديات اللي قاعدة تصير في مكافحة العدوى ما شاء الله يعني بيتواصلوا معنا اتصال هاتفي تواصل في كل الأوقات إذا كان في أي مشكلة أي تحدي أي صعوبة في أي برنامج معين قاعدين يعطونا التحديثات قاعدين يدللوا الصعاب اللي احنا قاعدين فيها ما شاء الله متابعين عن كتب وعن قرب وحرص دائم ما شاء الله برامج مكثفة مميزة لها طابع جدا جميل مثري قاعدة تعطينا دافع للإبداع دافع للتميز دافع للاجتهاد لما يكون القائد قريب منك لما يكون المحفز موجود لما يكون الداعم موجود وقريب جدا اكيد رح يكون الثمر رح يكون خير نتاج بالنسبة لا صراحة دائما سبحان الله يعني أنا مع أني خرج البناء القدرات الدورة الثانية لكن يمكن أنا تواصلت مع الدكتور عبد المجيد أكثر من مرة وكان في موضوع ما أقول أحسد لكن أغبط سبحان الله الدفعات المتقدمة اللي جات بعدنا لأنه ما شاء الله همثل ما قال ترى التطور من دورة إلى دورة من برنامج إلى برنامج هذا دليل الاستفادة من البرامج اللي قاعدة تصير كل برنامج ما قاعد يشبه البرنامج الثاني أبدا كل دفعة تتخرج في برنامج رح تلاقي الدفعة الثانية فيها تميز أكثر فيها تطور فيها أقل صعوبات أقل تحديات برامج مطورة تحفيز دائم يعني ما شاء الله يعني أنا سابقا كان سألني يمكن أنا لازلت أذكرها كان سألني الدكتور عبد المجيد والدكتور خالد في نفس السؤال سألني قال ما يعني إيش يعني بداية التحول في حياتك أساسا اللي كان أنت دائما تسترجعها فدائما كان جوابي كان واضح هو التحاق بمكافحة العدوى كممارس وكمقيم وكمتابع أساسا وكعضو في إدارة مكافحة العدوى الله يدك العافية السبع علي صراحة يعني شهادة نعتز فيها يعني اسم زملائي كلهم في دارة العامة وجودك معنا اليوم وإطراءك يمكن أكبر حافز ذنن العطاء أكثر أحلام سمهيلي تفضل دكتور طبعا علي الله يدك العافية هم من المتميزين الخريجي بنا قدرات أيضا ونفتخر بكل خريجي بنا قدرات بس هو قال كلمة جميلة فيما يخص كل دورة كل دورة تختلف عن سابقاتها وفعلا ترى في حاجة يمكن الزملاء كل بعد نهاية الدورة أو الفعالية أو أي كورس عندنا طبعا يحاولون يتهربون من الدكتور خالد بعد نهاية هذا اليوم ونهاية الكورس لأنه أول سؤال يقوله لك يعني يقولك what the next فدائما فدائما هذه الكلمة فعلا الزملاء بريدارة كلهم يعرفون هذه الكلمة عن الدكتور خالد هو لما نك كلما يقابلنا نجي بنا قدرات فرحانين نقول الحمد لله ارتاحنا خريح يوم يجي الدكتور يقول what the next يمكن هذا الدافع اللي صراحة نفتخر بأنه يعني نعمل مع الدكتور خالد أنا ما أقول تحت قياد دكتور خالد نعمل معه أنه فعلا هو يعني مكمل لنا ودائم يعزز فينا أنه هو منظر وليس قائد ومعنا يدا بيد فلذلك هو دائم يعزز فينا هذه النقطة أنه what the next صراحة وش الخطوة القادمة اللي تبغون تشتغلون عليها فلذلك كزي ما قال علي قال علي فعلا أحد أسباب النجاح والبحث على الأفضل هو تحفيز الدكتور لهذه النقطة لا يتكلافي دكتور بس أنا غير مسؤولة عن كلام اللي تقولت عسن بكرة ممكن تتحاسب أنت أنا أبو دير عام أنا بكرة غياب غايم يعني فعادي لا يتكلافي ويكنت ينسى الدكتور وحقيقة يمكن أستاذ علي الله يسعد وذكر شي نقطة مرة مهمة أنه الفيدباك أو الملاحظات اللي يعطونها بعد كل دورة أو بعد كل ورشة عمل نقوم بها صراحة هي ممكن هذا الشي اللي أدي للتحسين لكذا التحسين قاعد يصير هذا كل من الفيدباك اللي يوصل من المشتركين الله يتكلافي أستاذ علي دكتور إبراهيم أنا مداخلة مع دكتور إبراهيم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله دكتور الله يسلام السلام خير سيد أحلام السلام خير دكتور خالد دكتور أجي دكتور فيصل الجميع المستمعين لنا في المساحة أنا مرة أتكلم عن الدور بصراحة اللي تقوم في الإدارة العامة ممكن شادث مجروحة بحكم أنه إحنا تقريبا ننتمي بشكل غير مباشر هو سوء ودي أوجهها دكتور عبد المجيد وياريت يكون فيه خبر حصري من عنده بالنسبة للمناطق اللي ما نطلق فيها التجمعات إلى الآن إيش الخطة بالنسبة لها شكرا دكتور طب نجد الماك عندك الله يفيد منك إبراهيم قصدك كوقت معين متى يتم فيها طلاق التجمع أشف في الأمان أشف بعض بعض الأشياء اللي تخص التحول يمكن ما في قرار عندها في مكافة العدوى الأمانة حتى دائما نوضح للزملاء أنه إحنا يمكن نعكاس أو نعمل بطريقة مسهلة لعملية التحول فيما يخص مكافة العدوى بعض القرارات صراحة هي تصدر من جهات عليا بالوزارة تخص الوقت الزمني الموافقة على خطط استراتيجية في جيتس تعدها مثل كليستر ويتم الموافقة عليه أو خطط معينة يتم الموافقة عليه من الجهات العلية بالوزارة وبناءها يقول خلاص الآن سيبدأ التحول في المنطقة الفلانية نحن يمكن دورنا أن نكون يعني انعكاس لما يحدث بهذه القرارات وتجهيز لها بحيث أول ما يتم صدورها نقدر نقول أنه مكافة عدو هي أول الجاهزين للعملية هذه لذلك يمكن إبراهيم بعض الملمات فعلا نحن ما نمتلكها لكن نكون متوقعين حدوثها في وقت معين ونعمل عليها الله يتكالعافي دكتور شكرا لك شكرا لك معنا الدخل من تورنايف دكتور نايف تفضل مساء الخير السلام عليكم جميعا حياة الله أستاذ أحلام عليكم السلام ودكتور خالد ودكتور عبد المجيد وجميع الزمل من ما سوبي لدار العام وكافة العدوى حقيقة أنا حضرت جزء من الجلسة الحوارية هذه وأنا دائما أقول يعني الزملاء في الإدارة العام لمكافة العدوى المنشآت يعني بدأوا أنهم يصيروا كمجتمع أنا أشوفهم الآن مجتمع يعني أكثر من أنهم فقط منسوبين منسوبين هم مجتمع لمكافحة العدوى اليوم ما شاء الله تبارك الله نشوف جهودهم حقيقة في مواقع التواصل الاجتماعي ندخل في لينكت إين بنشوف أونفوغرافيكس نشوف ما شاء الله دورات لتطوير المنسوبين في الإدارة العام مكافحة العدوى الحقيقة كثير من الجهود اللي يعني الواحد يفتخر أنه اليوم يشوفها بشكل مستمر أنا فقط يعني ما أبغى يعني أخذ من وقتكم عندي سؤالين ممكن أحد الأسئلة هذه يخصنا في 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 وحدة التقارير يعني مؤخرا شفنا كثير من الجهود الملحوظة على مستوى القطاع الصحي خصوصا القطاع الخاص هل هذا هل هذا يعتبر وسؤال موجهة للدكتور عبد المجيد هل هذا يعتبر كدليل لبدء الوزارة ممارسة دورها كمنظم للقطاع أيضا ما هي الأدوار المتوقعة من إدارة العام وكافة العدوى مع التحول أنا أتوقع أنه جزء كبير يعني تم التطرق له في الجلسة هذه لكن ممكن ما كان سؤال دايريكت على هذا الموضوع إحنا اليوم إيش نتوقع من إدارة العام وكافة العدوى مع التحول إيش بيكون شكل إدارة العام وكافة العدوى تماشيا مع التحول هذا السؤال الأول السؤال الثاني ممكن يعني أيضا في تقارير في مؤشر الأمن الصحي العالمي أو Global Health Security Index حقيقة افتخرنا لما نعرفنا أنه مكافحة العدوى في المملكة العربية السعودية حصلت على المركز الأول على مستوى العالم لو بس ناخذ يعني بريف عن هذا الإنجاز لو نسمع أو تحدثون عن هذا الإنجاز قصة بسيطة قصة نجاح تفيدنا يعني جميعاً كمستمعين الله يعطيكم العافية الله تكلاف دكتور شكرا لك دكتور عبد المجيد رأيك عافية دكتور نايف سعيدين والله بتواجدك اليوم يمكن دكتور نايف زي ما وضحنا احنا بأول المساحة أن الدور الأساسي اللي بيكون تقوم في اليدارة غالباً هو الدور التنظيمي على مستوى التشريعي على مستوى مكافة العدو بالمملكة ككل بكافة القطاعات فيما يخص دور المديريات هو الدور الأشرافي التجمعات العملية التشغيلية جاهزيتها جاهزية الإدارة من عدمها لهالموضوع يمكن احنا من أول الإدارات اللي حضرنا لهذا الموضوع وخلاص قلنا انه احنا نكون بهذا القالب ونبدأ فيه بحيث انه ما يكون فيه اي رزق على مكافة عدو لما نيجي فجأة نقول يلا الآن لازم ندي الدور الشرافي بين يوم وليلة يلا بكرة خلاص نتغير للقالب الجديد وشكل جديد اتوقع هذا مرة مؤثر وكنا متفقين جدا انه هذا رزق لذلك عملنا من البدايات حتى من قبل ما يطلب مننا خلاص مجرد ما اخذنا ملف الدليل السرشادي فيما يخص التحول ولا خلاص هذا الدور القادم يلا نبدأ لا احنا بدأنا من نفسنا وكنا فعلا يوم جاء الوقت اللي لابد تتغير الادوار بما نص عملية التحول عليه كنا احنا فعلا جاهزين الحمد الله يمكن هذا الدور الاساسي والكبير وبنينا نقدر نقول نايف احنا جهزنا بشكل يسهلنا هذه العملية يعني ما اخذنا زي ما هو مكتوب بنص القلم قدمانا نحولها بلغتنا كمكافة عدوى وحولنا بناء على اللي ناسبنا احنا بلغتنا احنا يعني حولنا الى ركايز وباثوي بنطور القوى العاملة بنطور البرامج الفنية وهكذا لين قلنا خلاص احنا نقدر نقول متوائمين من ناحية موشرات وبرامج وكل شيء مع التحول بطريقتنا احنا بما لا يمس الخطوط العريضة للتحول يعني ما في جومبينج على اي مهام مخرى يمكن هذا فيما يخص السؤال اول السؤال الثاني توقع دكتور خالد حقيقة يمكن ذكرنا تلميحا سابقا ذكرت احلام تفصيل قليل عن الموضوع اتمنى الزملاء يكرر هذا مرة اخرى هو عبارة عن مؤشر عالمي يحتوي على عدة مؤشرات احدها كان مكافحة العدوى وهو الجميل في الموضوع انه ما هو قضية بيانات او ديتا احنا نرفعها لهم ونقدر احنا نحط نفسنا وين بالضبط هو تقريبا يقاس بشكل مختلف تماما انهم هم يبحثون عن السكوب حق مكافحة العدوى او ما تقدم مكافحة العدوى في المملكة وهو يقيمونها بناء على ما نشر عن مكافحة العدوى في المملكة لما نوضع في المركز الاول او نوضع رقم واحد يكتب رقم واحد في الصورة هذه هو مدعاة للفخر ومدعاة حقيقة اننا نحتفل فيها ولكن يجب الاحتفال هذا ما يتعدى اننا نكرم نفسنا ونقول يا جماعة في الاسبوع على مكافحة العدوى احنا حققنا الرقم هذا ولكن ما يعطينا خلني استخدم المصطلح هذا مثليدنج او يعطينا خلنا اتجاه خاطئ لنا هذا معناها اننا نحتاج نجتهد اكثر نقدم اكثر نقاتل اكثر ونتحدى اكثر انفسنا حقيقة يعني انا دايما اقول المؤشرات او الارقام او ايا كانت هي لحظية هي الان نشوفها ننظر لها ثم ننطلق بمشروع جديد اما نحافظ على المكتسبات او نسع التحسين الاماكن الضعف عندنا فلذلك انا اقدر جدا يعني مشاركة الزملاء لنا في وحدة التقارير للمؤشر هذا هذا وكانوا يعني نصا استخدم الكلمة هذه كانوا فرحانين فيه اكثر مننا وهذا يدل على الهم الوطني اللي موجود عندهم الزملاء وبقدر ما انهم يبحثون او يقولون انتم واصلين قد ما انهم يبدون يقدمون لنا هدية يشكرون عليها حقيقة ولكن ارجع المؤشر لا اريد اطيل كثير للزملاء اتمنى المهتمين من الزملاء يرجعون يقرون ويشوفون الطريقة آليته ويشوفون احنا فيه ويفتخرون فيه ويحتفلون فيه ولكن ما تتعدى الاحتفالية الا انها مرحلة مؤقتة عشان نقدم الافضل في المستقبل الله يتك العافية دكتور شكرا لك معنا كمداخلة مستاذ فايز مستاذ فايز تفضل السلام عليكم الله وبركاته مساء الخير جميعا في البداية هشكرك احلام وشكر الدكتور خالد الدكتور عبد المجيد الدكتور فيصل وللأمانة وهو ما هو اسبوع عالم مكابلة العدوى بقدر ما هو شهر كامل شهر اكتوبر كله متميز مكابلة العدوى بامتياز اللي دعاني للأمانة للمشاركة كلمة الدكتور خالد اللي هي الريادة في مجال مكابلة العدوى والريادة تكمل بالتعاون من قبل المستويات من الهاي لفل الى الاند يوزر سواء على مستوى الجي دي اي بي سي أو المديريات والكراستلز أو حتى المستشيات ولعل الدكتور أضاف مشروع جديد للجاهزية الاميرجينج ديزيز وبما عندنا استراتيجيتين للسيارة رسول كوشنز وأهمية استمرارية التحسين للأداء في الاستراتيجيتين ممكن الأنظار تلتفتي لل الس آي والبي ونقدر نجاري الدكتور خالد مشروعة لل الر تيم للميرجينج ديزيز نقدر نقول أنه إن شاء الله فيه درافت لل الس آي والل بي وإن شاء الله تشوف النور قريبا ويكتمل وترجم نجاحها مثل ما ترجم في السيارة رسول كوشنز من قبل زملائنا في مختلف المستويات شكرا لكم دلاعيك العافية أستاذ فايز أنا متأكد أن الترفيس اللي عند تعليق بترفيس لا أعلم في مهمة وممكن ما يكون آخر صحيح هو الترفيس اليوم حقيقة كان مهمة عمل وما قصر معنا دخل معنا طلاعيك العافية أستاذ فايز شكرا لك مشاركتك الترفيس هو عراب مشروع الكوشن أو كاوتي أو نيشن لخفض القصر البولية بحقيقة هو عضو فعال جدا ورائع جدا في فريق الترصد العدو المرتبط على السحي الترخالد تفضل أنا فقط يمكن لما ذكر الدكتور نايف اليحيوي موضوع خلنا نقول مشاركاتنا أو دورنا أو وين إحنا في العالم مؤشر واحد فقط حقيقة أنا كنت تجنب كتير أننا ناخذ نفسنا في إنجازات أكثر ما نذكر طموحات وأحلام إن شاء الله نقدر نحقق على المستقبل أنا بس أبوضح للزملاء اللي يسمعون وحتى لو كانت المساحة مسجلة في من يسمعها لاحقا حقيقة لأننا دور مرة حتى على مستوى WTO الآن زملائنا بدون تحديد أسماء أحد الزملاء يشارك في الاستراتيجية العالمية فيما يخص الكلابسي في اجتماعات مجدولة ومستمرة مع WTO لما يتجينا إيميلات من المنظمة الصحة العالمية يقولون احنا طلعنا على القايدلايينز الخاص في الهيمو دايلس يونت انفيكشن كنترول ويبليز رشحوا لنا أحد من عندكم في المملكة أنه يشارك معانا في الدليل العالمي أو دليل منظمة الصحة العالمية أو استراتيجية فيما يخص خفض العدوة المرتبطة مثلا في وحدات الكيلة وقيس على الأشياء التي نقدمها بشكل مستمر على مستوى الخليجي على مستوى حتى الأمر حقيقة فخورين فخورين جدا وأرجع وأقول الفخر هذا والإنجاز هذا ما هو فخر إدارة قد ما هو فخر وطن يسعى للريادة وبإذن الله يستمر في السعي هذا شكرا دكتور الله يتك العافية دكتور فيصل تفضل بكرا والله ما سمعت بداخلة السادة غايد لأنه كان عندي مشكلة في الشبكة بس كني سمعت أنه ورطنا باستراتيجية جديدة هو ورطك بحاجة كبيرة جدا بس أنت بداوم بكرا وتنتهي من مهمة العمل ففايز يعني تطر تأخذ إجازة طرارية بكرا فايزة الله يتك العافية دكتور شكرا لك ناخد بس مداخلة أخيرة حقيقة وقت مرة يداهمنا وكثير طلبات على الشات على تويتر جاي على الخاص وأيضا على واتساب ما شاء الله من كل مكان لكن يمكن عشان الوقت مرة مداهمنا وحقيقة ما ودي نختم مساحة من جمالها ولكن لا بد الختام وحاب أقول مقولة جدا مهمة خاصة تتكلم زملائي عن الريادة وعن التحول وعن رؤية المملكة إذا كنت تستطيع تخيل صورة ما فذلك يعني أنه يمكنك أن تجعلها واقعا وإذا كنت تستطيع أن تحلم فهذا يعني أنك تستطيع تحقيق حلمك يعني زي ما ذكر تور خالد يمكن قبل شوية أنه حلمنا يمكن كبير جدا ومهو سهل وبالعكس هذا يحطنا أندر براشر ونحن لازم نكون في مستوى وستدامة معينة ونحن ننتمي صراحة الوطن لا يقبل إلا بالأفضل والإقادة لديهم رؤية وطموح عالية جدا شكرا لكم جميعا صراحة وأنا عارف أن الاستفسارات مرة كثيرة والطلبات كثيرة أنه يستير فيه مداخلات لكن الوقت داهمنا ونحن دائما وأبدا موجودين لأي استفسار ودعم من خلال قنوات التواصل خاصة بالإدارة العامة لمكافة عدو ومشات الصحية حضورنا الكريم الله يعطيكم ألف عافية سعيدين جدا وجودكم معنا اليوم المتحدثين دكتور عدو مجيد دكتور خالد وأيضا دكتور فيصل الله يعطيكم العافية جميعا وجميع المداخلات اللي جاتنا من جميع زملائنا سواء كانوا من داخل الوزارة أو مهتمين بجال مكافة عدو شكرا لكم جميعا وليلا السعيد شكرا شكرا